عارف أبدأ إزاي يعني نخش في الموضوع نطول نخش في الموضوع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم ببالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم ناس الخير حبيبي وقدوتي وأسوتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة شباب نهاردة يا بنات أنحلم بعض البتل المدرسة الواقعية والشهر الجديد من كتاب إيه من كتاب الامتحان للسنوية العامة دفعيننا جميلة دفعة عشرين اثنين وعشرين لو أنت جديد في القناة بتنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو أنت عديد في القناة خليك مشترك وعمل لايك عشان نقدر نكمل مع بعض المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبة طبعا في الحلقة دي نحيط لتربات للأدب بس إن شاء الله في الحلقة الجاية نحيط لتربات النصوص على الأدب ده المهم صلى الله عليه وسلم قال أحمد عبد المعطي حجازي طبعا هتلاحظ في الأول يا جماعة شكل قصيدة المدرسة الواقعية في الناس الواقعية كل شعرها بالشكل ده كله حرفيا كله بالشكل ده هتلاقي عبارة عن سطور إيه سطور شعرية ومش متساوية سطر صغير سطر كبير سطر عملاق سطر متوسط ده شكل إيه شكل القصيدة في الناس الواقعية ده رقم واحد ورقم اتنين هتلاحظ أن القصيدة غمضة غمضة قوي بالله عليه غمضة جامد يعني اكتب غمضة قوي غمضة قوي غمضة بجد يعني غمضة بطريقة مستفزة لو ما فهمتش القصيدة بالله عليه ما تتضيقش علشان أنا مش فهمها والله العظيم أنا مش فهمها وانت مش فهمها ومستشار اللغة ع Inspector مش فهمها والشاعر نسو مش فهمها يعني ايه وانت بتقرأ القصيدة ما تتخضش القصيدة كلها رموز غير أنا رموز بقلي اكتر ما تلاسها شاء الله بتحب الرمز يعني هنا ممكن تقول القصيدة مش فيها رموز لان الرموز هي قصيدة ممكن تقول حرفيا كده رموز فيها قصيدة فما تتخضش لو جيت تقرأ وما تفهمش القصيدة ما تتخضش عشان أنا مش فاهمها ولا أنت فاهمها ولا أي حد فاهمها وإن مهم نصدر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول لك أقدام لا تتوقف أقدام الناس مشي أزحام لا تتوقف سيارات تمشي بحريق البنزين مسكين يا ليمون لا أحد يشمك يا ليمون ما فيش حد بيشمك يا عم اللمون والشمس تجفف طلك يا ليمون والولد الأسمر يجري ليلحقه بالسيرة طبعا أصدو فيه ولد يعني يعمل بيبيع لمون 2012 عشرونة بقرش بالقرش الواحدي 20 يعابول العشرين لمونة بقرش أو العشرين لمونة بقرش يعني بنفس الطبيقة 2000 بقرش بالقرش الواحد تشتري الاستتكام من الأسطور السابقة السامية السامة الواقعية من التعلق بالمضمون لركز ما هي عندنا فيه سماعة تتعلق بالمضمون والسماعة تتعلق بالشكل أو البناء الشعري هي بحاول تفرق قبل اتنين اتجاه الحياة العامة يصورونها هموم الناس انا ما كلمش عن هموم الناس خالص بكلم بقولك فيه ولد بيبيع لمون بس كده والدنيا زحمة انا ما كلمش عن هموم الناس التعبير عن موقف الانسان من الكون برضو غلط ما كلمش عن الكون ولا قضايا التراث قضايا التراث دي ما كلمش عن حاجة قديمة اللي يجاب بصاتكم بالتصاق بالواقع والاحساس به سميناها مدرسة الواقعية عشان مرتبطة بالواقع بتعبر عن الواقع بقولك لمون محدش بيشمه سيارات حريق البنزين ولد اصمر وقف الانشارة بيبيع عشرين لمونة بقرش ده كله اسمه ده كله اسمه التصاق بالواقع يبقى لجابة الصحة تكون به التصاق بالواقع والاحساس به صلى الله عليه وسلم فعلى ابو الاقالة بدل شاكل سام مخاطبا قريته جيكور بقولها ردي الي الذي ضيعت من عمري ايام الهوى ايام زمان ايام الحب واركوضي خلف افراسي يعني اجري خلف الخيل والافراس اللي هو الفرس الحصنة يعني تعد من القصص الريفية والسمر يبقول يعني قصص الريفية كنت اسمعها في الريف ايام زمان ردي ابا زيد طبعا مين ابو زيد ده طبعا ده اسمه ابو زيد الهلالي ابو زيد الهلالي ابو زيد الهلالي ده اللي هو يقولك قصة ابو زيد الهلالي يعني ده قصة قديمة اسمها أساطير يا جماع، يعرفين قصة السندباد، أبو زيد الهلالي، قصص قديمة يعني مش موجودة أصلاً أبو زيد الهلالي ردي أبا زيد لم يصحب من الناس خلى على السفري إلا وما عاد ردي السندباد وقد ألقته في جزر يرتادها الرخ طبعا الرخ ده طائر خرافي يعني حاجة برضه أسطورية كده، ريحه نزاته أمراسي فطبعا الرخ، أبو زيد الهلالي، السندباد، دي كلها حاجات أسطورية يبقى هنا يتكلم عن الأسطورة، يبقى استمتلك السببات المضمون عند الواقعيين الشاعة تعبين عن الواقع، ما تكلمش عن الواقع هنا خالص، ولا الحياة العامة، ولا موقف الإنسان من الكون يبقى الإجابة بساطة كون ألف، التجربة الشرية المتدى للموقف الإنسان من الأساطير، بين أولاً يتكلم عن أساطير فيقول أمل دونقل بيولي أمل دونقل، طبعاً أمل دونقل ده راجل يا جماعي، كلمة أمل هنا هو أصلاً راجل، اسمه أمل وكلمة أمل يجوز فيها أن نسمي الراجل والست بالأمل يقول في قصيدته البكاء بين يدي زرقاء اليمام، بقول أياتها العرافة المقدسة، أسألوا يا زرقاء، ظللت في عبيد عبس، طبعاً عبس دي يا جماعة القبيلة بتاعت مين؟ القبيلة بتاعت عن طرى بن شداد، فطبعاً ده برضو رمز، العرافة أسأل رمز، ذرقاء رمز، عبيد عبس رمز، كل دي رموز لو تلاحظ، في رموز كثير قوي المهم، يقول أنا فضلت عبد في العبيد بتوعبس، زي عن طرى كده أحرص القطعان أجدزه، صوفها أرده، نوقها أنام في حظائر نسيان، الناس نسيانياً طعامي، الكسرة، والماء، وبعضه التمرات اليابسة، وها أنا في ساعة الطعان دعيته للميدان، يعني أصلاً ساعة الحرب الناس كلها فرحت بي يقولوا تعالى بقت المعانا، يعني بيفتكروني ساعة الحرب بس إنما وقت السلم ما يفتكرونيش خالص السلم خلال المقطع سمة موسيقية، أي سمة موسيقية، الكتابة بنظام السطر الشعري طبعاً صح؟ التزام بالقافية الواحدة طبعاً غلط، ممكنش فيه قافية متنوعة، الاكسر من العناية بالأسلوب طبعاً دي أصلاً مش من سمتهم، مش هينفع التخلى عن القافية، برضه ما تخلىش عن القافية هو نوع في القوافي، يعني مش هينفع يبقى اللي جاء بساطكم، ألف الكتابة بنظام السطر الشعري، دي عبارة عن سطور شعرية يا جماعة هل في قافية؟ أو في قافية جماعة بس قافية متنوعة، لم ألقوا طعان، نسيان، طعان، ميدان، بعدها مقدسة، زلقاء، صوفها، نوقها، يابسة، دي اسمه قافية متنوعة، في كم كلمة كده بيشتركه في نفس القافية، مهم يعني قافية متنوعة قال الصاحب صبور، ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش، فشربت شاياً في الطريق، طبعاً بين أوي استخدام اللغة العامية، يعني أو اللغة العادية خالص، ورتقت نعلي، ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق، قل ساعة أو ساعتين، قل عشرة أو عشرتين، عادنا نلعب كثير أوي، قل ساعة، ساعتين، عشر ساعات، عادنا كثير أوي نلعب بالنرد على القهوة، طيب حلو أوي استخدام اللغة الحية مقربة من الناس، استخدام كلمات موحية، هنا مكشفي كلامات موحية دي خالص، ولا كلمات أجنبية، ولا كلمات أديمة، يعني مش هينفع، يبقى الإجابة بساطة من ألف، استخدام اللغة الحية المقربة من حياة الناس سبع عصول الله، ألاقي أفضل الصلاة وقتاً متسليم قال حمزة شحتة، أرامز في قولي، أرامز في قولي، فيخطئ صاحبي مراضي، فأستخذي ويغمرني الحزن طبعاً هنا مفيش عمز تفهم، هي الكلمة على بعض أرامز، أرامز هي يا جماعة، بقول الشخص ده يرامز في قوله، يرامز، عارفين الفعل من كلمة رمز؟ يعني بقول مثلا كلمة رمز، ويستخدمه للرموز كتير، فالفعل بتاعها رمز إلى الشيء، أو يرامز يعني، أو يرمز إلى الشيء، فأقول الشخص ده يرمز للشيء، أو يرامز للشيء، يعني إيه؟ يعني بيحط رموز كتير قوي، فأقول أنا بحط رموز كتير قوي لدرجة أن صاحبي يخطئ مراضي، يعني إيه؟ يعني بقول أمن كتر الرموز عن نداف القصيدة مدازة الواقعية يعني، الناس مش بتفهم القصيدة أصلا بيفهمها غلط، يبساني بيت سماء مدازة الواقعية كان لها أثر سلبي على بعض تجاربها، طبعا بردو بيين أوي، الإجابة الصحية تكون استخدام الرمز، قلنا يا جماعا مدازة يبلي استخدام الرموز لدرجة أن من عيوبها أن القصيدة أصلا بيكون غير مفهومة، وده موجود عندنا في كتاب مدازة، يبقى استخدام اللغة الحية قريبة من الناس طبعا غلط، عادة من بلغة في عناب الأسلوب برضو غلط، ما كلمش عن البحر القفية، لكن ينكلم عن الرمز، إبقى الإجابة الصحة تكون للميل للرمز والاستخدام الأسطوري، بعدها بيقول لك أيها من الحاج، قال أمن دقل في قصيدته البكاء بنادازة القائمة، بقول ظللته في عبيد عبس أحرص القطعان، أجتزه صوفها أرده نوقها أنام في حظائر النسيان، وها أنا في ساعة الطعان دعيته للميدان، ولم أدعى للمجالسة، يعني ساعة الحرب يدعوني، لكن عندما أقعد معهم كده ونقعد قاعدة عرب، يسيبوني خالص، إستخدام الأسلوب السابقة، أحد سميت مدازة الواقعية من حيث المضمون، جمع الخال والعاطفة موقفهم الأساطير، هنا ما كلمش عن الأساطير، ليس ينفع، جمع من قضايا الوطن، هنا ما كلمش عن الوطن أصلا، ليس ينفع، وما كلمش عن الكون، ليس ينفع، جمع العاطفة الخيال موقفهم التراث، التراث يعني الحاجات الأديمة، هنا طبعاً ذكر حاجة أديمة، ذكر أيها من الحاجة؟ ذكر عبس، عبس ده اللي هو إيه؟ اللي هو يعني أيام الزمان، اللي هو قبيلة عن طالب نشداد، وعبس وطبعاً وزوبيان، اللي هو يعني الشعر الجاهلي، اللي هو التراث بتاعنا، حاجات الكلاسيكية الأديمة، يبقى لجابة الصحة تكون جمع العاطفة والخيال موقفهم التراث. ما بصراحة بقى؟ كلامك أنا مش عظمه، في عدلة ترعالي في الكلام من ناحية كلامك ليه؟ مش فاهم ليه؟ عدلة أيدي؟ عدلة كذب ترعالي هنا مش عظمها؟ إن شاء الله على القرآن، إن شاء الله عليك بجابة صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بمطح جازي، وفارس شد قواماً فارعاً كالممتصر زراعه وترتاحه في زراع أنسق القمر، وفي يدي سلة فيها سياك، يعني بقول أنا فارس قوي، شخص قوي، لكن يبقى أن يدلاق بداية ترتاح في دراع أنسق القمر، هنا طبعا يوصف الأنسة بالأمر، لولا كسة أن تكون هناك سمة رومانتكية، ملاسة الرومانتيكية كانت تتكلم عن الطبيعة الغرام المحبوبة الحب و الأشياء تشعر أنه متأثر قليلا بملاسة الرومانتيكية و هذا الشيء طبيعي كانت على طول بعد ملاسة الرومانتيكية وكانت في أول الأمر متأثرة بشيء من الرومانتيكية لكن بعد ذلك انتجت لهموم الناس يبقى استنعي بأسهل السابق أحد سمات ملاسة الرومانتيكية من حيث المضمون موقفهم الكون طبعا ما تكلمش عن الكون هنا خالص ولا تكلم عن الرموز ولا تكلم عن موقفهم التراث تأثرهم في البداية بالطابع الرومانتيك بين أول أن فيه شئ من رومانتيكية شوية في القصرة دي عشان طبعا في الأول هم كلهم كانوا متأثرين بالرومانتيكية بعد ذلك قال صاحب للصبور وقفت أمامكم ورفعت كفي قائلا هيا هنا إنسان يريد يدير في فكيه ألفاظا يدحرجها إلى الإنسان لتصنع نقمة في القلب أو فرحة تكون مجنما جرحة وسهما في حشل قاسي الذي جرحه ايه الكلام الغريب ده ركز معاه صلى الله عليه عليه أرض للصلاة وأتم وأتسليم حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول لك وقفت أمامكم هنا يتكلم عن نفسه في القصرة دي كان يتكلم عن نفسه وعن دور الشاعر بالنسبة له يقول لأنا وقفت قدامكم ورفعته كفي قائلا هيا هنا إنسان هنا إنسان أنا إنسان الإنسان ده عايز إيه اللي هو يعني نفسه يريده يديره في فكيه ألفاظا يدحرجها إلى الإنسان يعني يكتب ألفاظ بيديها دايما للإنسان بيديها للبشر عموما بيديها لبشر لتصنع نقمة في القلب أو فرحة يعني بقول لكلام بتاعه ده بيأثر في البشر بيأثر إيه بيأثر في البشر؟ بيعبر عن البشر لتصنع نقمة في القلب أو فرحة تكون مجنما جرحة مجنة اللي هو الترث أو الدرع يعني الكلمات تكون درع للشخص الذي تجرح وتكون سهمة في قلب الشخص الظالم الذي جرح طيب يتكلم عن جروح الإنسان، هموم الإنسان، نقم الإنسان، فرحة الإنسان يعني الأخي يعبر عن مشاعر الإنسان يبقى استلهام التراث، ما تكلمش عن التراث خطر، ما تكلمش عن الماضي، ما تكلمش عن النهاية والموت وما فيش تأثر بالرومانتكية خالص، نجل إجابة الصحة والأضاقة تكون دال الحديث عن هموم الناس ومشاكل الواقع، يعبر عن مشاكلهم بالشعر قال أمل دونقل، ألي بقى يعمل حاجة أمل دونقل، بول ملك أم كتابة؟ بول ملك أم كتابة؟ صاحبي صاحبي، يعني صاحبي زعقلي، صاحبي صاحبي، طبعا ده اسمه إيه؟ جناس تام فانتبهت ورفت زبابة حول عينين لاماتين، فقلت الكتابة، فتح اليدة مبتسما فإذا وجهه الملك طبعا هو الملك طبعا أي عملة عندنا بيقى فيها ملك وكتابة فإذا وجهه الملك السعيد باسم في مهابة ملك أم كتابة صحت فيه بدوري فأجاب الملك دون أن يتلعثم أو يرتبك فتحت اليده فإذا نقش الكتابة بارز في صلابة من يملك العملة يمسك بالوجهين والفقراء بين بين طيب صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله طبعا دكست معي هنا الشعر تذكر حاجات كثيرة أو عكس بعض الملك والكتابة قال لك ايه ملك وكتابة تاني قال لك الملك يرتبك العملة ما يملك العملة يمسك بالوجهين أصده الغني والفقراء وبين بين يبقى ذكر الفقر والغنى الملك والكتابة طبعا هنا يعمل حاج الشعر ذكر حاجات عكس بعض باسمه ايه دي اسمه الاهتمام بمتناقضات الحياة يعملين ويك 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 ويه ويي لا يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا استنها الاهة ايه ويك لسنا متناقدات الحياة الشعر يعبر على الحاجات عكس بعض في القصيدة طبعا دي من الأشهر السمات عندهم يبقى استلهام التراث ما يتكلمش عن التراث انخص ما يتكلمش عن الماضي خالص ما كانش فيه تأثر بالرومانتكية ما كانش فيه نهاية ولا موت لكن طبعا بيقول بكلم عن حاجات عكس بعض يبقى ليه بصح التعبير عن متناقضات الحقيقة ما لا بقولك قال بدر الشاكر السياب قال ليه عمل حاجة بقولي يا صمته يا صمت المقابر بكلم عن المقابر الموت في شوارعها الحزينة اعوي اعوي اصيحه اصيحه في لهف فاسمعه في السكينة سكينة الموت اصداءهن كأن وحشا من حديد من حجاري سفى الحياة فلا حياة من المساء الى النهاري طبعا بيقى انهو بيكلم عن المقابر السكينة بتاعتها العواء الصراخ الصياح ده كله حديث عن الموت مش يبقى هنا عندنا من السمة التعبير عن متناقضات الحياة طبعا مش بيكلم عن حاجات عكس بعض مش بيكلم عن وقف الاسم من الوطن ولا التصغب بالواقع لكن بيكلم عن الموت يبقى لإجابة الصحش يقول الحديث عن النهاية والموت قال احمد عبد الماطح جاذب بقولي يا عم من اين الطريق طبعا يا عم ما بيين اوي انها لغة عمية خالص يا عم من اين الطريق اين طريقه السيدة طبعا السيدة قصد منطقة السيدة زينب يعني منطقة السيدة عموما ايمن قليلا ايسر يا بنيه قال ولم ينظر اليه استنتج من قصة السابقة سيما محيز البناء الشعري الشكل يعني مزج الصورة بالرمز هنا ما ذكرش الرموس خالص مكنش فيه تمام بالصورة الشعرية مفيش حاجة تمام موسيقى لهذه لسه خبه ده ما دست ابوله مش هنا خالص اللي جاء بساطكم به استعمال اللغة الحية التي نسمعها في كلام الناس قال بدر الشكر السياب سرب من البط المهاجر يستحثوا الى الجنوب اعناقه الجزلة تكادوا تزيدوا من صمت الغروب صيحاته المتقطعات وتضمحلوا على السهوب طبعا بيتكلم عن ايه نوع من البط المهاجر بيهاجر عاديا فهنا طبعا ده رمزه ومش بيكلم عن بط جماعة بقول فيه بط بيهاجر وبيعاني من الام الحياة طبعا قصده ايه من البط ده قصد المهاجرين بيكلم عن اللاجئين عموما بيتكلم يعني رمز هنا للمهاجرين مثلا او اللاجئين او المسافرين يعني بالايه بالبط ده اسمه الرمز ده اسمه استخدام الرمز يبقى توظيف لأسطورة ما تكلمش عن أسطورة هنا خلص أسطورة ما تكلم عن حاجة زي ابو زيد الهلالي السندباد الكلام ده ما كيش فيه لغة عمية وموسيقى الهادية دي من سمات ابوله اصلا يبقى لجابة صادقون الف مسج الصورة بالرمز بعدها يقول محمد الفيتوري بيقولي بقول اتطلعته الى عينيك والشعر سلاحي عاري الجبهة كالفجر مغطا بجراحي اتلقى عنك اعدائي اعداء كفاحي لوموبا البطل الاسود زل قدمين العادتين الراكضتين على نهر الكونجو طبعا هي بيكلم عن شخص يعني اسمه لوموبا ده بطل عندهم المهم ان كان لسه ان تكسيمة من سمات المدرسة الوقائية من حيث البناء الشعر يعني الشكل استخدام المقطوعات طبعا مقطوعات لها جيب لك اكتر من مقطوعة في القصيدة هنا جيب لك مقطوعة واحدة بس يبقى اصلا مقطوعات دي خلص جيب لك اسطور شعرية عادية ممكنش فيه اي حاجة ليه علاقة بالجومانتيكية وطبعا دي اصلا مش من سماتهم يبقى الاجابة بسطكم باستعمال القافية المتنوعة طبعا شعر نوع في القواهي فيها السلاحي جراحي كفاحي مدى عاريتين كونجو ده اسمه ده اسمه قافية متنوعة صلى الله عليه الصلاة والسلام بعدها بقول لك قال عبد الوهاب البياتي بقول لك ايام الحاج التينة الحمقاء والبيت القديم طبعا التينة الحمقاء دي احنا اصلا اخدناها في المنهج في ملاسة المهاجر تقريبا اخدناها اصلا رمز من الرموز الشعر الياب وماضي رمز لهب لكده فتينة الحمقاء البيت القديم رفيف اجنحة الفراش وزنابق سود عطاش طبعا دي كلها عمل حاجة عبارة عن رموز طبعا الزنابق ده نوع من نوع من نبات مهم تزوي واسرب العصافير الجياع ملوية الاعناق تحلم بالرحيل وعلى السياج مخالب الموت الصمت نسجت قيوت العنكبوت طبعا دي كلها عبارة عن رموز استنتج من اصل السابقة السمه من حيث بناء الشعر مزج الصورة بالرمز طبعا دي لجابة الصح مكنش في كلمات اجنبية وجيم اصلا دي بش من سماتهم خالص مكنش في اسطورة بلجابة بصاتكم مزج الصورة بالرمز مع لها بقول لك يعمل حق قال البياتي قال لي يعمل حق البياتي ده بقول لك وصنعت محرقتي وكان لظى لظى ده هو النار يعني نيران هارئتي واعصابي وربيعي المتوهج الخابي ودفنت في اعماق ذاكرتي فأسي وزوبعتي واحطابي وقبور احبابي استنتج من اسطورة السابقة السمه لما داست الواقعية الجديدة من حيث البناء الشعري من حيث الشكل يعني اعتماد القافي المتنوعة تماما من وصيقة الهدية طبعا مصيقة الهدية دي مش من سماتهم مفيش هنا مقطوعات جيب لك اسطور شعرية عادية مش جيب لك اكتر من مقطوعة مكش في قافية مرسلة جماعة قافية مرسلة دي يعني قافية عشوائية تماما يعني مثلا تلاقي كل سطر بينتهي بحرف مختلف مفيش كده ايه كم سطر بنفس الحرف لو لقيت كم سطر بنفس الحرف اعرف ان دي قافية متنوعة طبعا هي عندنا محرقتي لظى اعصابي خابي زاكرتي احطابي احبابي فينا بي 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 زكتة اربع مرات فدي اسمه قافية متنوعة بعدها بيقولك يا منحك بيقولك قال امن ضبقل في قصيدة البكاء بين يدي الزقاء بيقول اسأل يا زرقاء عن وقفة العزلاء بين السيف والجدار عن صرخة المرأة بين السبي والفرار ظلت في عبيدي عبس احرص القطعان اجتز صوفها ارد نوقها انام في حظائر النسيان وهانا في ساعة الطعان دعيت للميدان بعدها بيقولك يا منحك بيقولك تكلمي تكلمي فها انا على التراب سائل دمي وهو ظميء يطلب المزيدة وسائل الصمت الذي يخنقني ما للجمال مشيها و ايدة مشيها و ايدة اجندلا يحملنا ام حديدة استدقى من الاصطر السابقة احا ستبقى من حيث المضمون صح السؤال ده انا بعترض عليه ليه؟ عشان كل الاخترارات اللي جاية دي موجودة عندها في كتاب المدرسة اصلا من سماة مش المضمون من سماة التجديد في الشكل من سماة التجديد في بناء القصيدة يعني مسلا اعتمد عالكلمات العامية ده اصلا من ايه؟ من شكل القصيدة القفية المرسالة ده بردو من ايه؟ من شكل القصيدة الموسيقى اللي هيدي لاصطخبة اصلا ده مش عندنا اصلا هنا في المدرسة المهاجر مش هينفع وطبعا اصلا 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 ايجابة صغرة لتعمل الاصر الطوير ده egy مقدرا من الفكر والشعور طبعاً ده ما كانش مسكون عندنا أصلاً في الدرس موضوعية دي برضه كانت موجودة يعامل حاجة موجودة في شكل القصيدة فأصلاً كل دول عبارة عن شكل القصيدة لكن لهنا نختار يعني إجابة عامل حاجة عندنا اعتماد على كلمات العامية ما كانتش فيه كلمات العامية هنا خالص ومت كانتش فيه قافية مكادش مرسلة يعني كان عندها قافية لكن قافية متنوعة الواحدة الموضوعية كان فيه طبعاً كان فيه واحدة موضوعية الاجابة الوحيدة لalanضق تكون أصحابك سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته